ونقل لنا مشهدا من الحياة فيها ليل بغداد لم يعد كما كان موحشا فقد دبت فيه الحياة من جديد وبات مشحونا بالمفاجآت السعيدة حين ترى الشوارع وقد ازدحمت بالمرة والمحالة التجارية والمطاعم تفتح أبوابها حتى ساعات متأخرة من الليل والله الوضع جيد الحمد لله أحسن من قبل يعني دمشوفها الوضع الأمن في بغداد وضع طبيعي واعتيادي في عموم بغداد من خلال تواجد المفارز الأمنية والنجدة بشكل خاص في عموم بغداد منتشرة هذا إلى أثر إيجابي القوات الأمنية المتواجدة في بغداد تولت حماية المواطنين من خلال الانتشار الأمني على جانبي العاصمة مع نصب كاميرات حديثة في سيارات النجدة لنقل الصورة إلى مقر القيادة والتحكم والتعامل مع الحوادث بشكل سريع ونقل المواطنين إلى مناطقهم بعد حضر التجوال الذي تقلص في العاصمة واجب هذه الكاميرات تصوير صورة وصوت للمنابطة التي تتواجد بها الدورية وتلاحظ أي حالة أو جسم غريب حتى عمل الدورية تلاحظه من خلال الكاميرات التي تم نصبها داخل عجلات النجدة ونقل صورة وصوت المقر العام على غرفة العمليات يعني الوضع أحسن من أول قدرنا نطلع نحن وعوائن في السنوات الماضية وحتى أشهر قريبة كانت بغداد تشكو شلل الحياة الاجتماعية فيها لكنها اليوم تعيش بحبوحة الأمن مع توجه العوائل البغدادية إلى المطاعم والمقاهي لتنظي سهراتها بعيدا عن الأخبار السياسية وإشكالاتها لبرنامج من العراق مجد حميد العربية بغداد